حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق أنه سمع عبد الله بن أبي بصير يحدث عن أبي بن كعب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال شهد فلان فقالوا لا فقال شهد فلان فقالوا لا فقال شهد فلان فقالوا لا فقالا إن هتين الصلاتين من أثقال الصلوات على المنافقين ولو يعلمون ما فيه ملاءتوهما ولو حبوا والصف المقدم على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لا ابتدرتموه وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع رجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تبارك وتعالى حثنا وكيع عن سفيانا عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فلما صل قال شهد فلان فسكت القوم قالوا نعم ولم يحضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقال الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيه ملاءتوهما ولو حبوا وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو تعلمون فضيلته لا ابتدرتموه إن صلاتك مع رجلين أزكى من صلاتك مع رجل وصلاتك مع رجل أزكى من صلاتك وحدك وما كثرة فهو أحب إلى الله تعالى قال أبي قال وكيع عبد الله بن أبي بصير عن مي حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا خالد بن الحريث حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال أبو إسحاق وقد سمعته منه ومن أبيه قال سمعت أبي بن كعب يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوما فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جعفر حدثنا أبو عوين الزيادي حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث حدثنا أبو كامل مظفر بن مدرك حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر حدثني أعجب حديث سمعته سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى بنا أو لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغدات ثم أقبل علينا بوجهه فقال شهد فلان فذكر الحديث حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن عبد الله مولى بن هاشمين حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه قال قدمت المدينة فلقيت أبي بن كعب فذكر مثل ذلك حدثنا عبد الله حدثنا شيبان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن حازمين حدثنا أبو إسحاق عن أبي بصير العبدي عن أبي بن كعب قال صلى نبي الله صلى الله عليه وسلم الغدات ثم قال شهد فلان فذكر الحديث حدثنا شيبان حدثنا حمد بن سلم تحدثنا الحجاج بن أرطاط عن أبي إسحاق الهمداني عن عبد الله بن أبي بصير عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلموا الناس ما في العشاء وصلاة الغدات من الفضل في جماعة لا أتوهما ولو حبوا حدثنا عبد الله حدثنا خلاف بن هشامين البزار وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريث عن أبي بصير قال قال أبي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى الصلاة رأى من أهل المسجد قلة فقال شهد فلان قلنا نعم حتى عد ثلاثة نفر فقال إنه ليس من صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء الآخرة ومن صلاة الفجر وذكر الحديث بطوله حثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا حباب القطاعي عن أبي إسحاق الهمداني عن رجل من عبد القيسي عن أبي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما قضى صلاته أقبل علينا بوجهه ثم قال إن أثقل الصلوات على المنافقين هاتاني الصلاتاني